مرحبا اصدقائي وبعدما عملنا ثلاثة فيديوهات فيها معلومات وطرق رائعة لصناعة فيديوهات للتيك توك واليوتيوب تحفيزية وغير ذلك تلقيت بعض الرسائل من اصدقاء القناة هو ان اليفل لافز مدفوع ويعطي فقط عشرة الاف كلمة واصدقاء اخرين يريدون تدخيم الاصوات لكي تصبح تحفيزية بشكل حقيقي اليوم سأشارك معكم طريقة رائعة وحصرية ومجانية ان شاء الله سوف تحل مشاكلكم هذه جميعها ستغنيك ايضا على اليفل لابز وستعمل اصوات رائعة مدى الحياة ومجانا سأعطيكم فكرة اولا عن هذا الصوت لنسمع كما سمعتم صوت رائع به نغمال فيلتر كل ما سوف نحتاجه لصناعة مثله هو ثلاثة برامج يمكنك الاستغناء عن احد البرامج لكن انا سوف اشرحهم ثلاثة لانها ثلاثة خطوات مهمة اولا سوف نقوم بالعمل على كليب شامب لانشاء اصوات دون حدود وبميزات رهيبة ومجانا ثم بعد ذلك سوف نقوم بتمرير هذا الصوت الى اوضاسيتي لنضخم فيه الصوت ونقوم بعمل تعديلات عليه بعد ذلك سوف نعمل على كاب كات اخيرا لاضافة فيلترات على الصوت الخاص بنا الامر صراحة يستحق المشاهدة وما عليكم سوى اتمام الفيديو الى الاخر ولكن لو اطلع عليكم اذا كنتم تشاهدوني لاول مرة مرحبا بكم في قناتنا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس لنا نتقيه مباشرة الاشتراك اول خطوة نتوجهي لمتصفح كروم لوصول الى كليب شامب نقوم بكتابته فقط في المتصفح وهناك طريقتين الطريقة الاولى عن طريق جوجل يمكنك تشجيل فقط بالجيميل لكن قم بالتشجيل عن طريق ميكروسوفت لا تقوم بتشجيل بالجيميل المباشر قم بالضغط على هذه الطريقة الصحيحة ثم ادخال الاميل الخاص بك ثم اصويفه للوصول الى كليب شامب لكن الطريقة التانية مع الكتابة الاسفل ثم كتابة اوب ستور بهذا الشكل تظهر معك في الاعلى ادخل اليها هي مثل اوب ستوري الموجودة على الهاتف خاصة بميكروسوفت لان هذا البرنامج ايضا خاص بميكروسوفت يمكنك ايجاده فقط من خلال هذه الطريقة اكتب في الاعلى ثم يظهر معك هنا هذا البرنامج للمونتاج مجاني انا سبق اللي انا قمت بتحميله اضغط على انتظر قليل حتى يفتح معك في الحاسوب وهو البرنامج الان موجود معك ومجاني بعدة خصائص ومزايا لكن نحن سوف نقوم باشترح فقط خاصية الصوت لكي اريكم طريقة للوصول الى الصوت بشكل مجاني مدى الحياة ندعب الى الجانب نضغط على اورجستري اكريا ثم سنتيز بوكال تظهر معك في الطايم لاين وفي الجانب تظهر معك نافذة جديدة فيها الاصوات وجميع لغات العالم كذلك بعد الاعدادات المهمة اولا سوف اقوم بتحديد اللغة سوف تجد ايضا اللغة العربية بجميع اللهاجات لجميع الدول العربية لكن انا سوف اقوم بتحديد اللغة الانجليزية والتي تهمونا في هذا الفيديو لفيديوهات تحفيزية سوف اريكم كيف سوف اقوم بتحديد اللغة الانجليزية ثم سوف اقوم بتحديد صوت سواء النسائي او رجالي في اللغة الاجنبية تجد مجموعة من اختيارات على عكس اللغة العربية. سوف اقوم بتحديد طوني. هذا الصوت صراحة جيد. ثم سوف اقوم بتحديد هذه الخاصية مهمة كثيرا. سوف يعطيك مجموعة من الخصائص. كأنه غاضب. كأنه كئيب. كأنه فرح. كأنه متحمس. كأنه حزين. اي شيء. قم بتحديد هذه الخاصية. كأنه متحمس. هنا سوف اريكم طريقة لكي تعرفوا مدى جودة الصوت. سوف اتركوا على هنا تقوم بتحديد سرعة الصوت او تبطئه. سوف اعطيكم مثال. لكن قبل هذا سوف اعود الى شجريبكي. سوف اقوم باخد نص تحفيزي. قمتوا سابقا بانشائي فقط كمثال. ثم سوف اعود الى برنامج كليب شرط. ثم سوف اقوم بوضعي في مكان التكست. الان سوف اقوم بتجربة الصوت لكي تشاهدوا الفرق بين الفيبل. الان سوف اضغط على ابيخ سيط لكي اضغط على ابيخ سيط. كما شاهدتم الصوت تغير واصبح ضعيف. الان سوف اقوم بتحديد فيبن. وسوف تلاحظون الفرق سوف يصبح الصوت شديد. ثم سوف اضغط على او رجيستري بعدما تأكدتم من اعدادات الخاصة بالصوت. ثم سوف تشاهدون ان التكست اضيفت في سوف اضغط على في الاعلى ثم سوف اقوم بتحديد اما فور كي فهي مدفوعة. سوف اقوم فقط باستعمال الف وتمانون. الان هذا البرنامج يقوم باعطائنا الاوديو على شكل فيديو. سوف اقوم الان احويل هذا الى لكي استخرج الاوديو فقط على شكل ادابي لجوجل ثم اكتب اقوم بتحديد هذا الموقع تحويل من الى بهذا الشكل ثم سوف اقوم باختيار الملف الذي هو على شكل كما تشاهدون اقوم بالضغط على بعد ذلك ادابي للجانب اضغط على تحويل انتظر فقط قليلا لكي يعطيني الصوت الخاص بي بعدما ينتهي اضغط فقط على تنزيل وهو الصوت الخاص بي في الاعلى اقوم بالدخول اليه لكي ابحث على انه ثم اجلبه الى مكان او الملف الخاص بي. الان سوف اريكم ميزة اخرى رائعة لتحسين الصوت. هذه الخطوات جيدة. اعود من جديد الى جوجل ثم سوف اقوم بتنزيل برنامج الغاني عن التعريف. اكتب فقط دونالد. ثم اضغط على الرابط الاول. ثم سوف اقوم بتنزيله. ثم يظهر معك هذه الواجهة اتنين وثلاثون او اربعة وستون. ثم اضغط على دونالد بكل سهولة. بعد الضغط عليه. انا سبق عليه ان قمت بتحميله. سوف اقوم بجلبي. ثم سوف ابدأ بتثبيته على الحسوب. بكل بساطة. انا سبق ان قمت بتحميله. هذه الواجهة الرئيسية للموقع او لعفوا للبرنامج. اقوم بجلب الصوت الخاص بي او الاوديو. ثم اقوم بوضعه في الطايم لاين. كما تشاهدون ان او الارتفاعات الخاصة بمواج الخاصة بالصوت هي منخفضة. ثم اذهب الى ثم اقوم بتحديد ثم سوف اقوم او سوف اريكم ان هنا اذا شاهدتم من الاعدادات المسبقة هي ناقص ثلاثة وعشرون. اقوم بتحديد هذا الخيار اولا. سوف اقوم بتجربتها اولا. لكي تشاهدون الفرق. picture yourself standing at the edge of a grand canyon. your voice carrying. الان سوف اريكم طريقة سوف اقوم باخفاض الامبليتيد قليلا بهذا الشكل. اجعلها مثلا في ناقص عشرة. سوف تشاهدون الفرق. لنجرب الان. picture yourself standing at the edge of a grand canyon. your voice carrying across its. ثم اضغط على apply. اذا لاحظتم ان الامبليتيد الخاصة بالاوديو الخاص بي اصبح اكثر شدة. يمكننا تجربته ايضا من جديد. الان اصبح الصوت اكثر شدة. سوف اريكم خاصية اخرى. كما تشاهدون هناك فراغات بين المقاطع الصوتية. مثلا في احد المرات قد تحتاج الى ان تضيف مقطع فارغ بين مقطعين من الاصوات. معلك تودها بالجنيري ثم تبحث على في الاسفل. ثم تضغط في جانب هنا. ثم تقوم بتحديد ميلي سيجون بهذا الشكل. ثم تقوم بتحديد عدد التواني التي تريد اضافتها. اضغط على الجنيري. كما تشاهدون سوف يضاف مقطع فارغ بين المقطعين الصوتين. لكن انا سوف اتجاوز الان سوف اقوم بالعودة. هذا فقط كمثال. الان سوف اقوم بتحميل الاوديو الخاص بي. معلك سوى الداب الى فيشي ثم اداب الى اكسبورت الاوديو ثم اعطيه اسما مثلا بعد تحديد المكان الذي تريده وضع في الاوديو قمت باعطي اسم اوديو ايكو ثم اضغط على اكسبورت بكل سهولة. الان اصبح لدينا اوديو معدل. وبقيت لنا اهم خطوة واخر خطوة هو برنامج سوف اقوم بوضع موسيقى تحفيزية قمت بجلبها مسبقة من اليوتيوب ثم الصوت الخاص بي. الان سوف اريكم طريقة التي يمكن صنع بها اوديو محترافي بشكل رائع. سوف اقوم باضافة قليلا في الفوليوم الخاص بالاوديو ثم سوف اقوم بالان بخطوة الاخيرة. اقوم بتحديدي ثم اداب الى في الاعلى. هنا سوف تجد ان هناك خاصية وميزة رائعة. اذا ضغطت عليها سيظهر معك مجموعة لفيلتر اختر الكترونيك بهذا الشكل ثم اقوم بتخفيض الخاص به لكي يأتي جيد. وسوف تشاهدون الان والان ما ينقصنا سوى تحميل اوديو من خلال اكسبورت ثم الضغط على اكسبورت بشكل وهذا هو الاوديو الخاص بنا. قم بالتعديل على الاعدادات التي اشربت ليلة في الكترونيك بكل سهولة. الان هذه خطة رائعة لانشاء اوديوهات بكل سهولة ومجانية مدى الحياة. يمكنك استعمال كليب شامب مباشرة وتمريره الى كابكات او يمكنك المرور من هذه الخطوات التي قمت بها. ثلاثة برامج لن تخسر اي شيء وسوف تحصل على اصوات رائعة تحفيزية دراماتيكية. اي صوت ستجدون سوف تستغني بالكامل على كما يقولون ان مدفوع وبها فقط عشرة الاف كلمة. لكن هذا حل صراحة رائع. واذا اعجبكم الفيديو وعجبتكم فكرة لا تنسوا اشتراك وتفعيل زرات والتعليق. اشكركم كثيرا لدعمكم القناة. تحية لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.